هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد نحو مليون ومائة وثلاثة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية أكثر من مليون ومائة وخمسة وستين ألف شخص هذا وتلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ستمائة وثمانية وثمانين ألف شخص